قلت قبل قليل بأنكم رافضون لهذا الأمر والتجاوز على الاعتبار أنه ليس التجاوز الأول طيب الرفض لا يؤدي إلى نتائج والحصول على حلول من دون تحديد المطالب دعوتم لتظاهرة كبرى بسبب تغيير مدرية تربية كاركوك ما هي مطالبكم وماذا لو تم عدم الاستجابة والتغاضي للمطالب التي ستطرحها الآن كيف ستكون خطواتكم مستقبلا؟ بصراحة هي مو مطالب وإنما هي استحقاقات حقوق نحن نعتبر هذا تجاوز على حقوق أهالي كاركوك تجاوز على مكانتهم الاجتماعية تجاوز على إمكانياتهم العلمية والاستحقاق هذا استحقاق لأهالي كاركوك وليس لأبناء المحافظات الأخرى هذا المنصب طبعا هو منصب للعرب ولا بأس أنه يتم اختيار أحد الموظفين من التربية من العرب ويكون برأي جميع ممثلي كاركوك وهذا ما تعودنا عليه أو سرى العمل به وخصوصا قبل أشهر تم إقالة السيد المدير عام الصحة وأيضا تم تكليف المعاون وكان المعاون عربي وأيضا كان الشخص الذي أقيل هو من أخواننا التركمان على كل حال نحن نعترض هذا الاعتراض مسجل أصحاب القرار اليوم يتفاوضون معنا وأيضا الكلام مستمر والحديث معهم وأحنا المظاهرات اليوم حقيقة حاولنا أنه نقنع أهلنا أنه يأجلوها حتى نصل إلى أحد الطريقين إن كان الطريق مسدود فراح يكون مو فقط مظاهرات وإنما اعتصامات وتبقى هذه الاعتصامات لحين حل الموضوع وإذا أيضا هناك من يستمع وصاحب حكمه وروية وقرار يراد إعادة النظر في هذا القرار لأن هذا القرار مرفوض رفض قاطع وقد تتحول الأمور إلى ما لا يحبط عقباه نعم نحن اليوم بصراحة نعتقد أنه هذا الاستقرار الحاصل في كاركوك يعني لا بد أنه يكون أحد يعني كارح هذا الاستقرار فيحاول دائما أن يجد بعض نقاط الخلاف حتى يثير أيضا فتنة ومشكلة وحساسية جديدة في المحافظة شيخ وصفي نحن نقول لا نسمح إطلاقا بأنه أحد يدخل في شؤون كاركوك بهذا الشكل الذي يثير المشاكل لأهالي كاركوك لأنه كاركوك لها وضع خاص وكاركوك واضح ومعلوم لدى الجميع أنه تقول هذه قوة سياسية من العرب والأكراد والتركمان وهذا الموضوع أي عمل فيه كاركوك لا بد أن يتم بالاتفاق والتواصل والتشاور مع جميع مكونات كاركوك اشتركوا في القناة